طيب صندوق النقد الدولي متوقع ليبقى فيه مراجعات قريبة جدا متوقع ايه بقى وهو بيرك طيب هو اولا كان فيه مراجعة اللي هي المراجعة الرابعة احنا عملنا الحمد لله تلات مراجعات مع صندوق النقد الدولي وكل مراجعة كان نتج عنها حوالي 820 قسط لاقصات التي تحصلت عليها الدولة المصرية 820 مليون دولار في كل مراجعة المتوقع في المراجعة الرابعة يكون حصيلتنا منها او القسط اللي استحق للدولة المصرية واحد وثلاثة من عشرة مليار دولار المراجعة الرابعة أعلنت مديرة السندوق أنه هتأتي لمصر خلال أيام القليلة القادمة لمناقشة الوضع لاقتصاد المصر يمكن رسالة الرئيس أعلن أو أفصح عن أنه يجب على الحكومة أنها تتخذ إجراءات مع السندوق أنها تبدأ تعيد التفاوض أو تعيد التفاوض مع السندوق في حزمة الإجراءات التي يتم اتخذها في الوضع الحال وده شيء مهم جدا لأنه من حقنا كدولة طالما نحن عدوا في السندوق طالما بيتم مراجعتنا طالما نحن ملتذمين بالبرنامج الاقتصادي لمصر فرضته على نفسها أو وضعته الحكومة على نفسها عشان تقلل أو ترشد انفقها من ناحية وتزيد إرادتها يبقى عندها فوائد مالية تقدر تسدد التذامات أنا أقدر أعمل ده بس بدل مضغطه في سنة أو سنتين لا يكون هناك في الأمر ساعة وأن أنا أيتسع مدة البرنامج لأكثر من ده طب ده بيتوقف على إيه؟ أولا قناعة السندوق بوجهة وجهة النظر الخاصة بنا المفاوضين اللي هيتم منقشتهم في هذا الأمر أن أنت تبين الوضع الاقتصادي الموجود وأنه فيه ضغوط شديد على المواطنين ونتيجة الإيجاة اللي بتتخذها الدولة فلازم يكون عندي ساعة في هذا الموضوع ويتسع لأكثر من فترة بدل ما يبقى سنة يزيد لسنتين أو تلاتة لكن في الأخير أنت ما بتغيرش الإجراءات أنت بتزيد المدة وممكن تخفف من حدتها وهذه نقطة مهمة جدا أننا نوضحها الإجراءات هي بتبقى موجودة وشبه ثابتة القصة كلها في توقيت تنفيذها وكيفية تنفيذها بالضبط توقيت التنفيذ وده مهم لأن أنت بتلتزم ببرنامج كلمة برنامج يعني يعني مدة زمنية محددة أن أنت هذه المدة الزمنية لأ ممكن تطول شوية تبقى مدة أطول هتبقى أطول يعني ده حسب بقى التفاوضات يعني ده ما نظرش وإحنا عادينا نقوله ده التفاوض اللي هيتم من خلال الجانب المصري مع الجانب الموجود من الصندوق أن أنا والله عنده ضغوط عندي إشكالية في داخل الموزنة عندي عايد أعمل إعادة هيكلة للقصة الخاصة بالمحوقات عندي إعادة هيكلة في قصة الدعم أنا النهاردة في إجراءات تحول دعم نقدي ولا دعم عيني كل دي إجراءات فممكن أزيد من المدة الزمنية بحسب أن عندي سهولة أو تقليل الضغط المتاح حاليا أن أنا في الفترة القادمة متوقع دخل أكبر للدولة المصرية من خلال استثمارات جديدة سوف تقتل للدولة المصرية فيبقى عندي حجم إرادات أعلى فبالتالي العجز الموجود في الموازنة العامة يقل فبالتالي أن الدولة ما تضغطش على المواطن أو الأقومة ما يبقاش هناك نوع من أنه على الضغوط المتاحة حاليا موسيقى